نبتة الشمعة أو الهوية من أجمل الأزهار بالمنازل ومن أندر الأزهار بالمشاتل هاي النبتة نقدر نستكثر منها من خلال الأوراق الروح على النبتة اللي حابين نستكثر منها نأخذ 4 أو 5 أوراق أو 10 أوراق على حسب ما إحنا حابين نزرع ونقلم عقب الأوراق وبعدين الروح على الصيدليات الزراعية نشتري تربة خفيفة أو إذا التربة اللي متوفرة عندك تربة خفيفة تقدر تزرع بيها مباشر ونستنى التربة تتشرب المي بشكل جيد وبعدين نزرع الأوراق بعمق 3 سنط تقريبا يعني نزرع رأس الورقة بالتربة بعمق 3 سنط تقريبا ونسق الأوراق بعد زراعتهم ونحط السطل بمكان ظل وكل ما نشفت التربة من السطح من الأعلى نرجع نستأنف الري وبعد مرور 30 يوم تقريبا الأوراق رح يصير فيهن جدوه وهاي النبتة دائمة الخضرة وجمالها بتعدد ألوان أزهارها بمنها أكثر من 500 نوع هاي النبتة تبلش تحطينا أزهار بداية فصل الصيف وتظل الأزهار على النبتة حتى نهاية فصل الصيف وهاي النبتة متسلقة تتسلق مثل نبتة الليف مثل عريشة العنب مثل نبتة البوتوس هاي النبتة إذا بدنا نزرعها داخل المنزل لازم ما نكثر من الري ولازم نعرض النبتة للإضاءة وبإمكاننا نزرعها خارج المنزل لكن ما نزرعها تحت أشعة الشمس المباشرة لأن الشمس الحارقة تأذي النبتة بشكل مباشر أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة أتمنى منكم الاشتراك بالقناة كانواع من الدعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة